السلام عليكم ورحمة الله متابعين الأعزاء قدم لكم وضعيات إذن ماجية في الرياضيات للسنة الثالثة ابتدائي نستمع إلى الوضعية الأولى يملك عصام 2000 دينار اشترى بها قصتين سعر الواحدة 150 دينارا وكتابا ب 1200 دينار كم بقي عند عصام نحسب كم بقي عند عصام يجب أن نطرح الثمن الكلي نطرح منه ثمن مشتريات عصام عصام اشترى قصتين سعر القصة الواحدة القصة الواحدة 150 دينار لكن لا نعرف سعر القصتين مع أولا نبحث عن ثمن القصتين أو عن سعر القصتين مع سعر القصة الواحدة 150 دينارا سعر القصتين معنى 150 ضرب 2 2 ضرب 0 تساوي 0 2 ضرب 5 تساوي 10 أكتب 0 واحتفظ بالواحد 2 ضرب 1 تساوي 2 و1 الاحتفاظ 3 نجيب على السؤال 8 القصتين هو 300 دينار نكتب العملية الأفقية 150 ضرب 2 تساوي 300 الآن نحسب ثمن كل مشتريات عسام عسام اشترى الكتاب بـ 1200 دينار ورقصتين ثمنهما كلهما 300 دينار معنتها 1200 زائد 300 0 زائد 0 تساوي 0 0 زائد 0 تساوي 0 2 زائد 3 تساوي 5 واحد زائد 3 تساوي 1 ثمن مشتريات عسام هو 1500 دينار نعيد كتابة العملية الأفقية 1200 زائد 300 تساوي 1500 الآن سرنا نعلم ثمن مشتريات عسام ونعلم سابقا كم كان يملك عسام عسام كان عنده 2000 دينار ثمن مشترياته 1500 دينار نطرح المبلغ الكلي الذي كان يملك عسام منه نطرحه منه ثمن المشتريات معنتها 2000 ناقص 1500 سفر ناقص سفر يساوي سفر سفر ناقص سفر يساوي سفر سفر ناقص خمسة لاستطيع استدفع 10 ناقص خمسة تساوي خمسة أرجع الاستلاف 2 ناقص 2 سفر بقي عند عسام 500 دينار نعيد كتابة العملية الأفقية 2000 ناقص 1500 تساوي 500 سالتكم فهمتها ننتقل إلى الوضعية الإدماجية الثانية الوضعية الإدماجية الثانية اشترى أحمد ثلاث خبزات بخمسة وعشرون دينارا للخبزة الواحدة وقارورة زيت يفوق ثمنها ثمن الخبزات الثلاث بستون دينارا أو بستين دينارا وأرجع له البائع تسعون دينارا السؤال ما هو المبلغ الذي كان مع أحمد يعني كان مع أحمد قبل أن يشتري الخبز والزيت أولا يجب علي أن أبحث عن ثمن الخبزات الثلاث الخبزة الواحدة بخمسة وعشرون دينارا الخبزة الثانية بخمسة وعشرون دينارا الخبزة الثالثة بخمسة وعشرون دينارا معناه الخبزات الثلاثة ثمنها خمسة وعشرون ضرب ثلاثة ثلاثة ضرب خمسة تساوي خمسة عشر أكتب الخمسة أحتفظ بالواحد ثلاثة ضرب اثنين تساوي ستة وواحد الاحتفاظ تساوي سبعة ثمن الخبزات الثلاثة خمس وسبعون دينارا نعيد كتابة العملية الأفقية خمس وعشرون ضرب ثلاثة تساوي خمس وسبع الآن سرنا نعلم ثمن الخبزات الثلاث نبحث عن ثمن قارورة الزيت قارورة الزيت يفوق ثمنها ثمن الخبزات الثلاثة ستون دينارا معنتها ثمن الخبز الثلاث أضيف له ستون دينارا ثمن الخبز الثلاث هو خمسة وسبعون زائد ستون خمسة زائد سفرة تساوي خمسة سبعة زائد ستة تساوي ثلاثة عشر نجيب على السؤال هذا السؤال ضمني ثمن القارورة زيت هو مئة وخمسة وثلاثون دينارا نعيد كتابة العملية الأفقية خمسة وسبعون زائد ستون تساوي مئة وخمسة وثلاثون الآن بعد أن اشترى أحمد الزيت والخبز الثلاث أرجع له البائع تسعون دينارا معنتها أحمد عنده ثمن الخبز الثلاث اللي هو خمسة وسبعين دينار وثمن القارورة زيت اللي هو بخمسة وثلاثين دينار وتسعون دينار التي أرجعها له البائع كمبلغ متبق إذن لنعرف كم كان يملك أحمد نجمع ثمن الخبز الثلاث خمسة وسبعون زائد مئة وخمسة وثلاثون زائد تسعون 5 زائد 5 تساوي عسرة زائد 0 تساوي عسرة أكتب الصفر وأعتفذ بالواحد 1 زائد 7 تساوي ثمانية زائد ثلاثة تساوي 11 زائد 9 تساوي عشرون أكتب الصفر وأعتفذ بالاثنان اثنان زائد واحد تساوي ثلاثة المبلغ الذي كان مع أحمد هو ثلاثمائة دينار 75 زائد 135 زائد 9 تساوي 300 العملية العمودية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة